اقرأ وارتقي بالقرآن واملأ قلبك بالإيمان ردد آيات ومعاني وانهل من نور الرحمن اقرأ وارتقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد مرحمة بكم عزيزي شاهدي تلفزيون جيم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الاسبوعي اقرأ وارتقي والذين هدفوا من خلاله الرقي به مستوى قراءة القرآن الكريم لدى أنفسنا ولديكم أيضا أصدقائنا الناشئة في كل مكان ورحب بكم أنتم أولا ضيوفنا الدائمون كما أرحب بالشباب الذين هم معي اليوم في الأستيديو حياك الله عبدالله الإسلام صح؟ حياك الله عبدالله اللهي حيا ومعنا أيضا عمر سالم حياك الله عمر حياك الله وأيضا معنا إسلام حسام حياك الله إسلام الله حيك حياكم الله يا شباب وحياكم الله أنتم أيضا أصدقائنا في كل مكان أذكركم في أول الأمر برقم التواصل معنا الذي يظهر على الشاشة وحساباتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي ستظهر إن شاء الله تباعا على الشاشة وقبل أن نبدأ في قراءة مقرر اليوم وإن شاء الله بما أننا في الحلقة الماضية قرأنا مقرر أطول من المعتاد اليوم سنقرأ مقرر أقصر من الماضي على أن نستنف إن شاء الله ونكمل في حلقات قادمة إن شاء الله قبل أن أقرأ أصدقائي في قضية مهمة جدا مرت علينا ونقرأ في سورة يوسف من مدة مع واحد من الأئمة جزاه الله خيرا كانوا يصلي بنا فقرأ قصة يوسف فلما جاء على قول الله تعالى وقال يا بنيا له يعقوب يوصي أولاده وكم كانوا أولاده 11 11 من غير يوسف يعني مع يوسف كم مع 10 لأنه قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليس جدين هو يوسف عليه السلام يقص رؤياه على مين على والده اللي هو مين يعقوب عليه السلام فكانهم 11 رجل 11 أخ ليوسف عليه السلام 11 ابن ليعقوب وقال يا بنية لما راحوا استأذنوا من أبوهم يذهبوا إلى العزيز عزيز مصر اللي كان يوسف هم ما كانوا يعرفون أنه يوسف ليتزودوا من الأكل والشرب والحنطة ونحمد ذلك فاستأذنوا فقالهم أبوهم يا بنية لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلته عليه فليتوكل المتوكلون طيب يعقوب عليه السلام ليش قال لأبنائه لا تدخلوا من باب واحد ليش بعض المفسرين يرى أن كأن معنى السياق لا تدخلوا من باب واحد فيصيبكم الحسد لأنهم كانوا كم 11 يعني إخوة كلهم لأب واحد وكانوا من أجمل الناس ومن أوسم الناس ومن أحسن الناس فخاف يعقوب عليه السلام أن يحسدوا طيب فإذن قضية الحسد وقضية فلان أعانى فلانا أو بالعامية نحن نقول أعطاه عين هذه قضية موجودة في القرآن وفي السنة أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس وكانت زوجة أبي بكر فقال لها ما بال بني أخي ضارعة أجسامهم ضارعة أجسامهم يعني نحيفة أجسامهم وابن أخي يقصد أبناء من؟ أبناء جعفر ابن أبي طال فقال لها ما بال بني أخي ضارعة أجسامهم فقالت له لاحقتهم العين يا رسول الله يعني جاتهم عين وأبناء جعفر ابن أبي طال كانوا من الأبناء اللي فيهم نظارة و جمال و نحو ذلك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إلقيهم أمرها أن ترقيهم فإذا قضية الحسد و أن فلان يحسد فلان و فلان يعين فلان فهذه موجودة في القرآن و في السنة لكن تعاملنا معاها اليوم مهو صحيح قد تسمع من أمك و إلا من أختك و إلا من أخيك الأكبر و إلا من عمك أو خالك أو نحو ذلك أنك كل ما سقط في البيت شيء أو وقع في البيت شيء قالوا فلان أعطانا عين كل مثلا ما أراد يعني يأكل أكله فغص فيها قال فلان إيش أعطانا عين أو هذه عين تجد أخوك الصغير ربما مرض فقالوا أعطوه عين أولا ينبغي أن يعرف أن الحسد حق لكن لأننا قصرنا في حفظ أنفسنا بالأذكار الصباح و المساء و الخروج من المنزل و الدخول إلى المنزل و ذكر لبس الثوب الجديد و خلع الثوب و نحو ذلك الأذكار هذه كلها واردة في الصحيحين إحنا قصرنا فيها فأصبحنا ضعاف أمام الشيطان هذا أول نقطة النقطة الثانية أصدقائي لابد أن تبذل الأسباب اللي هو التحصين ثم تتوكل على الله سبحانه وتعالى بمعنى أنك تبذل أسبابك في قراءة الأذكار و بعد ذلك تلبس الثوب الجديد يحسدك من يحسدك يعينك من يعينك ما يضرك شيء أنت فقط عليك أنك تبذل السبب في قراءة الأذكار الأمر الثالث لا تخف من هذه فهذه كلها أسباب لا تعتقد أنها مسببات إيش الفرق بين السبب والمسبب السبب شيء جعلته سببا للوصول إلى شيء مثلا السيارة وسيلة إذا ركبتها كان ركوب السيارة سبب ليوصولي إلى المكان الذي أريد صح أو لا لكن السيارة تمشي بنفسها ما تمشي بنفسها من اللي يحركها أنت ولله المثل الأعلى كل شيء يضرك في الكون ما يضرك بنفسه إنما يأذن الله سبحانه وتعالى وقضى الله في كتابه أن هذا يكون سبب لمارضك أو يكون سبب لرزقك أو يكون سبب لنجاحك أو يكون سبب لرسوبك فلا تخف من هذه الأشياء إنما خف من الله سبحانه وتعالى فقط من السلطة العليا كل هذه الأشياء يعني ما تضر وتنفع في حد ذاته إنما تضر أو تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى فدائما ذكر أفسنا أن هذا الكلام ما ينبغى أن يبالغ فيه ووهو صحيح أن نحن نعلق كل أفعالنا أو أخطائنا أو أمراضنا أو كذا على مثل هذه الأشياء لأن كل شيء قد قضي علينا والله سبحانه وتعالى يقول وكل شيء عنده بأجر مسمى وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة القمر وكل صغير وكبير مستطر مكتوب فما في شيء يصيبك لمجرد النفلان أعطاك عين لا لا تخف إذا أنت تسافر وتخاف الناس يعطونك عين فغيرك يسافر إذا أنت تلبس ثوب جديد فغيرك عفظة غيرك يلبس ثوب جديد لا توسوس ولا تجعل الشيطان عليك سبيل فيخوفك مما دون الله سبحانه وتعالى فتقع في الخطر الكبير دون أن تشعر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبحنا وإياكم أقرأ إن شاء الله ما تيسر من مقرر اليوم وبعدها استمع إلى الشباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون نقف إن شاء الله عند هذا يكفي حتى نبدأ في الآية التي تتريها إن شاء الله تكون متصلة في المعنى يلا عبد الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون أحسنت يا عبد الله بارك الله فيك بارك الله فيكم أصدقائنا في كل مكان نذكركم برقم الهاتف الذي يظهر على الشاشة وأخذ أول مكالمات اليوم طارق من قطر السلام عليكم يا طارق وعليكم السلام كيف حالك يا طارق؟ الحمد لله طارق بعد ذلك أخفض صوت التلفاز بارك الله فيك واستمع إلي من الهاتف الحمد لله طارق طارق لو سمحت أغلق صوت التلفزيون طيب؟ طيب كم عمرك يا طارق؟ عسرة ما شاء الله من أي سورة استقرأ؟ صورة الناس الناس يلا بسم الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صبور الناس سبق الله العظيم أحسنت طارق تروح التحفيظ؟ لا طيب خلاص بقمع إن شاء الله تستمعي إلى النصيحة يسير وانت بطل أنس من قطر سلام عليكم عليكم السلام كيف حالك يا أنس؟ نعم كيف حالك؟ الحمد لله كم عمرك يا أنس؟ عشرة ما شاء الله من أي سورة استقرأ؟ نزعات أنا الذي أصلت بكم الجمع لي فاتت والجمع لي قبلها ما شاء الله بطل يا أنس دائما إن شاء الله تواصل معنا وإحنا سعيدين باتصالك وتواصلك معنا يلا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات هرقا والنازعات نشطا والسابحات شبحا والسابقات شبقا فالمدبرات أمرا يوم تنجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يوم يد خاشع قلوب يوم يد امرأ واجفة راجفة أيوة صارها خاشعة يقولون أن مددون في الحافرة أسبوك يا أناس أحسنت بارك الله فيك بطل قمعنا إن شاء الله تستمعين نصيحة يسيرة وانت بطل ما شاء الله عليك علي من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا علي طيب كم عمرك يا علي ثمان سنوات ما شاء الله من أي مكان تكلمنا في السعودية في السعودية في الدوادمي في الدوادمي ما شاء الله من أي سورة ستقرأ يا علي المرسلات من سبب عشر يالله بسم الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك حسبك يا علي أحسنت ما شاء الله عليك بطل يا علي وبقمع إن شاء الله تستمعي لنصيحة يسيرة وانتم ما شاء الله عليك متميز وأذكر أصدقائي مرة أخرى برقم التواصل معنا الذي يظهر على الشاشة ولعلي أنا في عجالة بس أنبه على أصدقائي طارق وأنس وعلي كلكم ما شاء الله متميزين مخارج حروف عندكم سليمة علي قد يكون عنده كأني سمعت لثغة فراء لكن هذه إن شاء الله ممكن التغلب عليها مع الوقت والتدريب لكن في العموم كلكم أبطال مخارج حروف عندكم سليمة لحكام عندكم يعني تعرفونها تعرفون أن هذه غنى تعرفون أن هنا لا بد أن أمد الصوت هنا لا بد أن أدغم النون هنا لا بد أن أخفي النون هذا الأمر في حد ذاته جيد وممتاز والذي نريد هو أيضا الاجتهاد في التعلم مع الشيخ لا بد أنك تذهب إلى الشيخ وتتعلم وتصحح وتكرر حتى يكون عندك قدرة إن شاء الله على القراءة بشكل سليم عندنا مكالمة السعود من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا سعود؟ طيب كم عمرك يا سعود؟ سنوات ما شاء الله من أي سورة استقرأ؟ المرسلات المرسلات يلا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الضجين بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات العصة فالعاصفات عصفة والناشرات نشرة فالفارقات برطة فالمرقيات ذكرى عذرا أو نذرة إنما سوعدون الواقع فإذا النجوم طمشت وإذا السماء ظرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الوصر وقفت لأي يوم الأجلت يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإذا النوم أجل لهم كذبين ألم نخلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين حسبك يا سعود أحسنت بارك الله فيك وأحاول يا سعود إن شاء الله بطل وقراتك جميلة وحاول إنك ما تسرع في القراءة وتتعنى لأن الأمر بالتأني في القرآن جاء مش لنا لوحدنا بس جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال له الله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا ننتبه لهذا نواف من السعودية السلام عليكم السلام كيف حالك يا نواف وعليكم السلام نواف تسمعني اسمي رأفت أنت رأفت؟ نعم من وين تكلمني يا رأفت؟ من مصر ها يا رأفت؟ السلام عليكم يا رأفت من نصر من مصر ما شاء الله كم عمرك يا رأفت؟ من نصر عشر ما شاء الله طيب أنت يا رأفت تقرأ من أي سورة؟ النازعات النازعات الآية رقم كم؟ من واحد يا الله واحد من أول السورة يلا بسم الله أقرأ يا رأفت والنازعات يا رأفت قبل ما نقرأ القرآن إيش نقول؟ أعوذ بالله للشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناس طاط نشطا والسارحات سبحا والسارحات سبحا فالسابقات صدقا فالمدبرات أمر يوم ترجف الراجفة تسبعها الراجفة وجوه يوم وجوه قلوب قلوب يوم يوم واد أصارها خاشعة حسبك أحسنت يا رأفت بارك الله فيك بارك الله فيكم أصدقائنا عندنا مكالمة بدر من السعودية السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتك كيف حالك يا بدر؟ طيب كم عمرك يا بدر؟ ست سبعون ما شاء الله بس بدر بعد إذنك أخفض صوت التلفزيون أخفض على صوت التلفزيون بارك الله فيك أخفض أخفض على صوت التلفزيون أخفض على صوت التلفزيون لأن يا أحسنت يلا يا بدر من أي صورة استقرأ؟ المسك يلا بسم الله تفضل المسك أخفض على صوت التلفزيون أقصد أن أنت قراتك ليست بالقراءة الحسنة لا بالعكس قراتك ممتازة بس حنا نبيها نصير أكثر تمييزان وأحسن وأكمل وأجمل فأنت دائما لا بد أنك تضع نفسك في محل التطوير أنا دائما أطور نفسي وأنت أطور نفسك وفلاني أطور نفسك هكذا نحن نريد دائرة التطوير مستمرة حتى نصل بإذن الله إلى أعلى درجة ممكنة من الكمال وكلكم ما شاء الله من المتميزين سعود ونواف وبدر نفس الكلام اللي قلناه حق أخوانكم في قضية أنك تروح عند الشيخ وتتعلم وأنت ما شاء الله بطل رأفة أنت متميز يا رأفة انتبه فقط لا تقرأ من الأنف لا تقرأ والمونسانات يا رفاف العاص يعني حاول أنك ما تستعمل أنفك إلا عند المخرج اللي هو النون أو الميم أو الأحكام المتعلقة بالنون والميم طيب أصدقائي إن شاء الله سنعود لاستماع إليكم لكن عندنا فاصل قصير نذهب إليه إن شاء الله ثم نعود بعده لإكمال استقبال مكالماتكم فابقوا معنا مرحبا بكم أعزائي المشاهدي عدنا إليكم وإلى استقبال مكالماتكم على الهاتف الذي سيظهر إن شاء الله على الشاشة وأيضا نتواصل وإياكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنا أعرف أني لم أفعلها بتفعيل يليق بكم إن شاء الله لكن إن شاء الله في الأيام القادمة نفعلها تفعيل جيد وأنا أعود ونرحبكم مرة أخرى ونسمع إسلام يلا إسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون أحسنت أصدقائي هذه الآيات تقسم البشر في حكم الشريعة إلى غسمين مسلم وغير مسلم طيب فالمسلمين إخوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضون تداعى له سائر الجسدي بالسهر والحمى الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله عليكم ترحمون فإذا هذه مسألة مفروغة أي واحد مسلم فأنا وإياه إخوة أخوة الدين غير المسلم بيكون واحد من حالين الله سبحانه وتعالى ذكرهم لنا هنا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين فإذا غير المسلم الغير مقاتل يعني الذي لا يقاتلني ولم يأتي إلى بلادي ولم يغزني ولم يخرجني من أرضي لكننا غير مسلم غير مسلم في بلاده في حاله وأنا في حالي إذا سافرت لها أوجاني كيف تعالى معاه الله سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه تبرع من البر تحسن إليه تخدمه إذا احتاج تعينه إذا احتاج أنك تعينه في أمر من أمور الدنيا ضاع من الطريق فدللته وجدت جائع فأطعمته طيب أن تبروهم وتقسطوا إليه تحسنوا إليه إن الله يحب المقسطين المقسطين المحسنين الذين يتعامنوا مع الناس بالعدل والإحسان فإذا هذا مطلوب فهذا من الواجبات بعدين شكال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين فإذا غير المسلم المقاتل الذي يقاتلني أو قال يقاتلوكم في الدين الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجهم يعني ممكن ما يكون قاتلني لكن ساعد الذي يقاتلني أو دعمه بالمال أو إلى آخره فهذا ينهاني الله سبحانه وتعالى عن أن أتولاه شوفوا اللفظ القرآني دقيق ما قال ما تتعاملهم معه أحيانا أضطرني أتعامل مع مقاتل مثلا أيام الفتوح الإسلامية لما المسلمين فتحوا مثلا قسطنطينة ولا الدول هذه اللي فتحت ولا فارس ولا الروم ولا إلى آخره في صدر الدولة الإسلامية كان الغير المسلم يقاتلهم صح أو لا قاتلهم لكن لما وقع في أيديهم أسير إيش أمر المسلم أمر بالإحسان إلى الأسير فإذا أنا أتعامل مع مقاتل لكن أحسنت له لكن الله سبحانه وتعالى ما قال لا تتعاملهم معاه إذا اطورتم للتعامل معاه لا قال لا تتوله يعني لا يكون هو المقرب لك وصاحبك وصديقك لا إنما المسلم هو إيش أخوك وصاحبك وصديقك فإذا هذه إذا فهمناه أصدقائي تفهم الخلل الكبير عند بعض الشباب أصلحهم والله الذين غلوا في هذا الدين مغالاة شديدة في هذا الدين حتى كفروا جميع المسلمين وأصبحوا يقاتلون المسلمين وأصبحوا يقتلون المسلمين وفي بلد فيها حرب مثل مثلا سوريا اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلها تشوف أن قبل ما يقاتل الغير المسلم تلاقي هو أنت تشوف أن هذا أخوك هو مسلم يقتلك ليش؟ لأنه يقول أن أنت كافر ليش؟ لأنهم ما فهموا مثل هذه الآيات لو فهموا مثل هذه الآيات ما أصبح عندنا غلوف الدين فإذا أصدقائي لا بد من الإحسان إلى غير المسلم لأنك بإحسانك له هو يسلم الآن بلاد الهند وباكستان وهذه البلاد اللي على الساحل المقابل للخليج قبل 150 سنة ما كان كثير منهم ما كان مسلم أو كان فيه مسلمين لكن كان الأكثرية وما زالت الأكثرية غير مسلمة لكن زادت نسبة الإسلام بسبب إيش؟ بسبب حسن معاملة تجار العرب اللي كانوا يخرجون من شرق الخليج أو من اليمن أو من عمان فيذهبون إلى وين؟ إلى هذه البلاد يتجيرون تجارة يبيعوا يشتري لكن أخلاقه كانت حسنة كان صادق كان أمين فدخل الناس فيه دين الله سبحانه وتعالى أمما فإذن لابد من يعني مراعاة هذا الشيء نرجع ونأخذ مكالمات أصدقانا بعدما نذكر بالرقم جانا من قطر سلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا جانا؟ الحمد لله كم عمرك يا جانا؟ خمس ما شاء الله من أي سور استقرأين؟ روت الضحى يا الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خيرك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فطربى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحده أحسنتي ما شاء الله تبارك الله جانا من علمك القرآن؟ من عند من تتعلمه؟ في المدرسة في المدرسة ما شاء الله متميزة يا جنة بارك الله فيك قيمة إن شاء الله تستمعي إلى نصيحة يسيرة وانتي ما شاء الله من الأبطال نواف بن السعودية السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا نواف؟ طيب كم عمرك يا نواف؟ 18 سنة ما شاء الله من أي سور استقرأ يا نواف؟ وقلم يا الله بسم الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون وقلمي وما يفطول ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لعجر مغير ممنون وإن لك لعلى خلق عظيم فستغسر ويغسرون بأيكم المفتون إن ما وضخه أعلم لمن ضل عن السبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطل المكهزدين ودوا لو تدهن فيدهنون حسبك يا نواف أحسنت أحسبك يا نواف أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله عليك بطل أبقى معين شاء الله تستمعي إلى نصيحة وانت ما شاء الله بطل أسامة من الإمارات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا أسامة؟ الحمد لله كم عمرك يا أسامة؟ تسع سنوات ما شاء الله من أي سورة استقرأ؟ الرحمن إن شاء الله يا الله بسم الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان هو النجم والشجر يسيدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقص ولا تخطر الميزان والأرض وضعها الأنام أسبوك يا أسامة بارك الله فيك أسامة أنت تذهب إلى مركز لتعليم القرآن؟ نعم طيب في أي الإمارات أنت؟ في ندينة الشارقة طيب ممتاز بارك الله فيك يا أسامة بقى معي إن شاء الله تستمعي إلى نصيحة وأنت ما شاء الله بطل ما شاء الله عليك عمار من الإمارات سلام عليكم سلام عليكم كم حالك يا عمار؟ الحمد لله كم عمرك يا عمار؟ تسع سنوات ما شاء الله من أي سورة استقرأ؟ الإنسان الإنسان يلا بسم الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل تال الإنسان هنا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من مطفة أمشاج نبتليه نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إِنَّ هَدَيْنَا أُسَّبِيلَ إِمَّا شَكْرَ وِإِمَّا كَبُورَة إِنَّا أَعْتَدِنَا لِلْكَافِرِينَ ثَلَافِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا حسبك يا عمار أحسنت بارك الله فيك قابعي إن شاء الله تسمعي لها نصيحة يسيرون باشاء الله بطل ريتال من البحرين سلام عليكم عليكم سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا ريتال؟ سحوظ الله كم عمرك يا ريتال؟ ستحنوه ما شاء الله ابن أي سورة استقرأين؟ انشقاق الانشقاق يا الله بسم الله تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت فألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كاجحاً إلى ربك كدحاً فملاقي فأما من أوشي كتابه بيمي فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهلك مستوراً فأسبوك يا ريتال أحسنتي بارك الله فيك بارك الله فيكم أصدقائنا احنا ما نعطيكم يعني ما نعطي يمكن بعض الأصدقائنا يعني يزعل علينا ليش ما تعطوني أبي أقرأ يعني مقدار أطول نحن فقط أولاً محكومي بوقت والثاني أحياناً يكون عندنا ضغط مكالمات فما نستطيع أن يعني نعطي كل الإخوة وأصدقائنا كل الوقت الذي يريدون فنكتفي إن شاء الله بالقليل جنة من قطر متميزة ما شاء الله يا جنة بارك الله فيك والمخارج سليمة النفس بس نحتاج نتدرب على النفس وانتي ما شاء الله ما زلت صغيرة خمس سنوات يعني العمر ما شاء الله يعني ما زال فيه تطور الرئة ما زالت يعني فيه تطور وان شاء الله يكون عندك قدر أكبر على القراءة بشكل أفضل وأكثر انطلاقاً مع النفس نواف من السعودية ويعني نواف أنا فيه شيء مهم أنت بطل ما شاء الله وعمرك كبير ومخارج حرف عندك سليمة وعندك جرأة في قراءة القرآن هذا شيء جيد أن الواحد عنده جرأة يقرأ وحتى لو هو أخطأ وريد منك أنك تذهب إلى أقرب مركز تعليم القرآن الكريم جنب البيت تروح للشيخ وتقرأ مقطع معين تقول لأنا بأقرأ مثلاً من سورة كذا وتخليه علمك القراءة السليمة وتتصل بنا الأسبوع القادم تقرأ ما تعلمته على الشيخ ليش أنا أحرص دائماً أننا في البرنامج نقرأ ما نحفظه لأن غالباً ما نحفظه نكون قد قرأناه على الشيخ فنستطيع نحن نميز إذا كان هذا الشاب يعني قراءته مثلاً 9 من 10 أو 8 من 10 أو 10 من 10 طيب لكن إذا جئت إلى مقطع عمري ما قرأته في حياتي يعني أول مرة أقرأ صورة الممتحنة في وين؟ في البرنامج طبيعي أني أخطئ كثير وما سطيع أني أقيمك أنا أريدك وأنت كبير وتعقل كلامي جيداً أريدك تذهب إلى أقرب مركز تتخير المقاطع القرآن الكريم تقرأها معانا وتعلمها وفي نفس الوقت تبدأ في برنامج مع الشيخ أسامة من الإمارات ممتازة أسامة ما عندك قراءة من الخيشوم عندك المدود منضبطة الأحكام منضبطة انتبه إلى الأحكام أحياناً تنسى أخلق الإنسان نسيت هذا الإخفاء مثلاً لكن ما بعده أتيت به أتيت بالمدود فانتبه يعني أحياناً تنسى نحتاج فقط نكرر أكثر وأكثر حتى يعني يكون عندنا قدرة على يعني القراءة ريتال ممتازة يا ريتال انتبهي إلى الأحكام وأظن أن نسيان الأحكام عندك بسهل ضيق النفس نتدرب على النفس أنا دائماً أقول أن أفضل أشيء يساعدك على النفس هو الرياضة وأفضل الرياضات المتعلقة بالسباحة والغوص لأن هذه تستعمل فيها نفسك كثير فيصير عندك قدرة على إدخال النفس وإخراجه والتحكم فيه دائماً تعرفون الذي يمارس السباحة يستعمل نفسه كثير يعني يكتم نفسه تحت الماء متى يرفع نفسه متى يخرج نفسه في الماء هذه كلها تدريبات هذا النوع من التدريبات وهذا النوع من الرياضات يقوي ملكة النفس والتنفس عند الإنسان بارك الله فيكم أصدقائنا وسنكتفي إن شاء الله بهذا القدر الذي عندنا طيب يلا ناخد كم مكالمة عندنا مكالمات سلام عليكم أسماء من قطر سلام عليكم عليكم السلام كيف حالك يا أسماء؟ بخير الحمد لله كم عمرك يا أسماء؟ عشر سنوات ما شاء الله من أي سورة تقرأين؟ بخير الحقاف بسم الله تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصال تلعتون شهرا حتى إذا بلغت الدو وبلغ أربعينتنا قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل طالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني تبت إليك وإني من المسلمين أسبك يا أسماء أحسنتي بارك الله فيك ما شاء الله متميزة بقي معي أندي ملاحظة يسيرة جدا محمد من قطر سلام عليكم حالكم حالك يا محمد حالك يا محمد يالله يا محمد اقرأ عشان ما نطول الكلام بسم الله حالك أيوه اقرأ يا محمد أحمد أحمد يالله يا أحمد اقرأ فات الحديد يالله بسم الله تفضل أعمل شطادي كما أحمر رحي هو الذي خلق السماوات والأرض والأرض في ستة أيام فرنا استوى عام العرض يعلم ما يلد في الأرض وما يقود منها وما ينزل منها وما يعود فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعمل نبطي له ملك السماوات والأرض وإلى الله تمرد عنه حسبك يا محمد أحسن تبارك الله فيك بارك الله فيكم أصدقان محمد ممتاز أسماء متميزة ما شاء الله انتبهي إلى حرف الهاء إذا وقفت على كلمة فيها حرف الهاء لابد أن أبين الهاء لأن الهاء حرف ضعيف بيعني طبيعته وبلغ أربعين سنة إذا وقفت عليها كيف أقف عليها؟ سنة 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 لابد أن يبين الهاء ما أقول أربعين سنة كأني وقفت على إيش على فتحة سنة يعني كأني وقفت على النون لكن مفتوحة سنة يبين أن هناك إيش هاء الله لابد أن يبين إيش الهاء ما أقول الله كان ألف فننتبه لهذا أصدقائي خصوصا حرف الهاء ما شاء الله كلكم كنتوا اليوم من المتميزين وسنختم إن شاء الله الحلقة بقراءة يلا يا عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ أحسنت بارك الله فيك بارك الله فيك يا عبد الله ويا إسلام وبارك الله فيكم أصدقان في كل مكان على حسن متابعتكم معنا في هذه الحلقة شكر مبصول أيضا للإخوة في طاقم العمل أذكركم بأننا في يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام قد حثنا على الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة فقال أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلته فإن صلاتكم معروضة علي قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا وقد ألمت يعني قد أصبحت رمادا في القبر قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء أكثر من صلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنسونا بدعوة صالحة في آخر ساعة من هذا اليوم نراكم إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة على خير إلى ذلك من الحين قو في طاعة الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأ وارتق بالقرآن واملأ قلبك بالإيمان ندد آيات ومعاني وانهل من نور الرحمن اقرأ وارتق بالقرآن